احنا مشوفناش حاجة زي كده ولا في التاريخ حاجة بشكل كده اه ما حصلتش ما حصلتش اه دي رحلة ذهبية اه لملوك مصر القديمة اه 22 ملك وديول مش كل ملوك مصر اه لا لا ده ده دولة الحديثة بس اه يعني معشاك كده ناجح دولة الحديثة لأسرة الثمنتاشر أسرة الثمنتاشر بس هي معاهم آخر واحد في الأسرة السبعة عشر اللي هو ثقنا نرع اللي هو بدأ حرب الهكسوس واستشهد في الحرب هو أول واحد بدأ الحرب أول واحد لما جاله بقى الرسالة السخيفة دي من الجدع الهكسوسي ده هو أبوفيس ويقوله شوف لك حل في أفراص النهر ف مزاقل جدا فإش هي الجميل يعني ايه شوف لك حل في أفراص النهر مش فعل اجرام بقى واحد ناس محتلين وزقوا ملك مصر من العنصمة منفق إلى طيبة وقعدين في حالهم المصريين غلابة وبعدين وصل الإجرام إن هذا الرجل الهكسوسي باعت مرسال لي سقن درع يقول له أفراص النهر في طيبة بتزعجني وأنا في منف يا سلام إهانة بقى وعليك أن تعبد إلى هنا سطخ وكان رمز إليهم الحمار كانوا يدفنوا الحمار معهم المهم الذي انتفض الهكسوس تيتشارك الهكسوس كانوا يدفنوا الحمار معهم أه الهكسوس أه وكان لها ناس كتيرة يعني فيها الحماريين وفيها طبعا حتى الراجل البابيلي اللي هو حامرابي معناها الحمر وقابي حاجات كتيرة فتيتي شاري والدت سقن راع الملك وزوجته واجه الأمر إليه إياح حتب هم اللي اتنين انتفضوا كيف تقبل هذه الإهانة هدها ما عندناش جيش يا حتب قالت له أنا الذي سأجيش الجيوش الأم ولا الزوجة الزوجة والأم زوجة والأم عندما الزوجة كان نصبها أكبر وعشان كده لغاية النار ده احنا بنحتفل به يعني في رمضان القادم لما بنقول وحوي يا وحوي أهلا أهلا يا حتب اللي هي وجه القمر اللي هي مرطقنا نراع اللي هم بدأوا بتحرير مصر من الهكسوس طبعا سيخنا نراع استوشهد عشان كده وحوي يا وحوي دي موجودة من أيام الفرانة من أيام الفرانة طبعا بس لكتش في رمضان بقى مكتش في رمضان كلمات مصرية قديمة وكان صيام رمضان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم بس ما كانش شهر رمضان كريبة يعني كانش شهر رمضان كانوا بيصموا 30 يوم بقى شهر معين بقى شهر معين ويقولوا فيه وحوي يا وحوي كانوا يحيوها وكلمة صاوم صاو يعني يمتنع بالمصر القديم والميم عن فصاوم كلمة مصرية قديمة معناها أن يمتنع عن الطعام أو الشراب أو كلام تمام فهم كانوا يحيوا الملكة اللي دورها العظيم ده في تيجيش الجيوش استوشهد سقنا نراع